مهمة قوي الاتحاد الخلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة شكراً جزيلاً لفخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن هنا أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة الحقيقة نحن موجودين عشان نشهد حدث مهم جداً وهو اجتماع للحكومة الفلسطينية أخيراً في مقرها في غزة ويمكن الاجتماع ده بقى له سنوات طويلة كان في محاولات لعقده في 2014 ولكن بقت المصالحة بالفشل قبلها كان في محاولات أخرى ولكنها بقت بالفشل الآن هذه المحاولة التي هي برعاية مصرية رفيعة المستوى نتمنى لها أن تحقق النجاح الحقيقة أن مصر في هذه المرحلة يعني مش بس بتعمل رعاية ولكنها بتتدخل في كافة التفاصيل لكي تسمح للطرفين بالتوصل إلى توافق يعني في أبسط التفاصيل وفي أدق التفاصيل مصر لا تريد أن تتدخل في الأمور الفلسطينية ولكن تريد أن تشرف وأن تكون راعية لهذا الاتفاق كي يتم بشكل جيد وواقعي على أرض الواقع خلولي أحكي لكم رحلتنا من صباح اليوم من فجر اليوم يعني إحنا خرجنا من رامالله يمكن حوالي ساعة ستة صباحا طريق حوالي ساعة ونص تقريبا حتى وصلنا هنا إلى غزة الطريق طبعا عدينا على معبر أرز الإسرائيلي ثم دخلنا إلى غزة وأنا بتخيل رحلة المواطن الفلسطيني اللي كانت مقطوعة تقريبا أو شبه مقطوعة من وطنه في رمالله إلى وطنه في غزة الآن هذه الرحلة أصبحت ممكنة وأصبح يمكن أن هم يصلوا ويدخلوا غزة إحنا قابلنا ناس نص أهلهم في غزة ونص أهلهم في رمالله وما كانوش بيشوفوا أهلهم الآن إن شاء الله بعد هذه المصالحة سيصبح الأمر يسيرا ويمكن أن الناس يتحد الشعب الفلسطيني مرة أخرى أنا الحقيقة عايز أقول لكم أن المشاعر التي استقبلتنا استقبلت الوفد الأمني ولدينا زي ما قلت لكم وفد أمني رفيع المستوى سيشرف على هذا الاجتماع ولكن الحقيقة أن المشاعر كانت عظيمة جدا الاستقبال كان عظيم جدا على باب دخولنا غزة بعد معبر أرز على طول كان فيه صور الرئيس السيسي كان فيه صور ترحيب بالوفد الأمني المصري وترحيب بينا فعلا مشاعر أهل غزة أنا مش قادرة أصفها لكم وأنا بحييهم من هنا وبقول أي خلافات كانت بيننا وبين حماس نتمنى أننا نعبر هذه المرحلة هناك تفاهمات مصرية حمسوية جديدة ما يهمنا هنا هو الأمن القومي المصري من جانب وأيضا تهمنا القضية الفلسطينية لأن مصر القضية الفلسطينية بالنسبة لها هي قضية أمن قومي في الحقيقة غزة تنتظر الوحدة الفلسطينية الشعب في غزة ينتظر التنمية الاقتصادية ينتظر الدور المصري كي تعود الحياة بشكل جيد وإحنا في مصر بالتأكيد يهمنا مصلحة المواطن الفلسطيني يهمنا الشعب الفلسطيني يهمنا الدولة الفلسطينية طبعا في المقام الأول والأمن القومي المصري طبعا على الجانب الآخر عندنا عدد من الحوارات أجريناها هنا في غزة مع اسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واتكلمنا معه وواجهناه بكل ما تقوله فتح وبكل العقبات اللي ممكن تكون في طريق هذه المصالحة واتكلمنا أيضا مع السيد دكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني اللي أيضا عبر عن شكر وتثمينه للدور المصري لرعاية هذه المصالحة نتمنى لهذه المصالحة عن نجاح هذا في النهاية مصر يمكن أن تقدم كل الرعاية لكنها في النهاية الإرادة الفلسطينية من كل الجوانب ليس فقط فتح وحماس ولكن هناك فصائل أخرى الإرادة الفلسطينية هي الأساس لإنجاح هذه المصالحة لأنه الهدف في النهاية هو دولة فلسطينية الهدف في النهاية أن نصل لتحقيق هذه الدولة بحييكم وهذه لميس الحديدي من أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة الذي لم يكن يشهد اجتماعات ولكن هذه لحظة فارقة نتمنى أن تكون فارقة في التاريخ الفلسطيني وفي مكتبه في قلب غزة نلتقي بسيد اسماعيل هنا أحنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هذه أجواء مفعمة بالتفاؤل والحذر في الوقت نفسه سيد هنية أهلا بك أهلا وسهلا بك أنا سعيدة طبعا أن أنا في غزة بقالي مثلا من 2009 ما جيتش غزة أهلا وسهلا بك وبغزة وفي فلسطين عام طبعا أهلا بي لماذا أنت متفائل هذه المرة يعني أنا جيت من رمالة هناك شعور بالتفاؤل من أبو مازن ومن كل الجماعة فتح سمعت حضرتك قبل ما نجري هذا الحوار وأشعر بنبر التفاؤل لم أشعر بها من قبل سواء في حواراتك أو في لقاءاتك اللي كنت بشوفك فيها بسم الله الرحمن الرحيم يعني التفاؤل هو أول شيء بيرجع أن هناك إرادة وقرار عندنا في حركة حماس وإحنا بنعتقد أيضا عند إخوتنا بحركة فتح بشكل أقوى وأيضا منطلق من تقدير الظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية الشيء الثاني بأن وجود مصر بثقلها السياسي لرعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية هذا يعطينا أيضا نزيد من التفاؤل بأننا في هذه المرة سنعبر صحراء الانقسام بمساعدة إخوتنا بمصر وبهذا الثقل السياسي وأيضا ثالثا بأنه سنوات الانقسام طالت وكل إنسان فلسطيني حريص ومسؤول لابد أن يكون لديه القرار الجريء بطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هذه العوامل المتعلقة بالإرادة والقرار وبالرعاية المصرية وأيضا بتقدير الخطورة المترتبة على استمرار الانقسام أدتنا إلى نوع من التفاؤل وهذا التفاؤل الكبير اللي بيدفعنا إن شاء الله أنه نمشي بهذا القطار بشكل أسرع من أي وقت سبق وهو قطار المصالحة أين كانت النقطة الفاصلة؟ بصراحة يعني شفنا مجموعة من التواطرات منذ تعديل المثاق ثم بدأت اجتماعات القاهرة بتتصاعد ثم إعلانكم بحل اللجنة الإدارية أين كانت النقطة الفاصلة داخل حماس التي قلتم عندها لابد أن نأخذ قرارا بأن نفتح صفحة المصالحة من جديد؟ يعني خلينا أنا بس أكد على شيء بأن قرار المصالحة لدى حركة حماس هو قرار سابق وقرار قديم وأريد أن أذكر بأن حركة حماس وقعت على اتفاقية القاهرة 2005 على اتفاقية مكة 2007 على إعلان صنعاء 2009 على اتفاقية القاهرة 2011 على 2014 الشاطئ على تفاهمات بيروت 2017 لكنه لم يفعل الأرض على كمان اتفاقية الدوحة لكن الشيء الذي أشرت إليه بطبيعة الظروف التي تحيط بنا اليوم ولقاءنا في العاصمة المصرية كل قيادة الحركة كانت مجتمعة في القاهرة أخذنا القرار وهذه النقطة التي كانت مهمة جدا أخذنا القرار بأن تبادر حركة حماس بالإعلان عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والسماح لحكومة التوافق الوطني بالعمل في قطاع غزة مثل ما تعمل في الضفة الغربية وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة التي يمكن أن نتفق عليها فلسطينيا هذا فتح الباب واسعا أستطيع أن أقول بأن مبادرة حركة حماس فيما أعلنته في القاهرة هو الذي فتح الباب واسعا أمام انطلاق قطار المصالحة الوطنية هل كل أعضاء حماس سعداء بهذا القرار؟ فكرة حل اللجنة الإدارية هذا قرار مهم طلبت به فتح والسلطة منذ فترة طويلة وشيء منطقي ولكن هل كل حماس سعيدة بهذا القرار؟ كل حماس مع المصالحة مع الوحدة الوطنية الفلسطينية ذلك يعود إلى أن القرار هذا هو قرار قيادة وقرار مؤسسة وإحنا أيضا مطمئنين بأن قواعد الحركة وأن مستويات الحركة في الداخل في غزة وفي الضفة وفي الخارج هم يؤيدوا المصالح الوطنية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوفير عناصر القوة والصمود لأبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حماس اليوم مجتمع كبير برضو لا أخفي أنه قد يكون هناك وجهة نظر معينة قد يكون هناك تحفظ معين قد يكون هناك رأي يرى الأمور أن تكون بهذا الشكل أفضل مما كانت عليه هذا شيء طبيعي ولكنها محدودة المساحة داخل حركة حماس وفي المحصلة الأخيرة ما تقرره مؤسسات الحركة بالشورى وبقرارها وبقيادتها هو ملزم لكل قواعد الحركة وإحنا تجربتنا مع صفوف الحركة وقواعد الحركة تجربة كثير إيجابية في كل المحطات لأن قواعد الحركة قواعد منطبطة واثقة بقيادتها معتزة بمنهجها الذي تسير عليه وهي أيضا مع وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الوطن الفلسطيني لكن سيد هنية دعني أسألك بصراحة هل كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة هي المحرك هل كان الوضع الإقليمي وأزمة قطر مع الرباعية وربما انحصار تمويلها لغزة بعض الشيء هي المحرك أنا أبحث عن المحرك متى قررتم أنه لابد من اتخاذ قرار واضح في هذا الأمر شوفي أخت لمس إحنا لما أخذنا القرار وأبلغنا إخواننا بقيادة جهاز المخابرات والسيد الوزير خالد فوزي والوكيل المظهر وإخواننا بطاقة مني أن هذا القرار جاء في إطار رؤية وبناء على سياق إحنا شايفين هذا السياق نحن إذ نتابع السياسة الإسرائيلية اليوم وأكثر من أي وقت مضى نرى بأن هناك مخطط إسرائيلي مدعوم أمريكيا لتصفية القضية الفلسطينية بس دا مش جديد اليوم الوضع أخضر اليوم هناك سياسة التفرد بالضفة غربية اليوم بتكلموا عن معالم حل شو معالم الحل؟ اللي هو ضم الكتل الاستطانية في الضفة غربية اللي بتصل لحوالي 40% من الضفة غربية القدس موحدة ما فيش عندهم لا شرقية ولا غربية لغض النظر عن رأينا في هذا الموضوع اللي هو ضم منطقة الأغوار وهي تصل لحوالي 1200 كيلو كذا وأيضا عزل قطاع غزة عن الضفة غربية معنا ذلك ضرب المشروع الوطني في حدود الضفة غربية وفي قطاع غزة هذا الأمر مع الحديث عن ما يسمى بالحلول الآتية من الإدارة الأمريكية وإحنا شايفين هذا الانحياز المطلق من الإدارة الأمريكية الإسرائيلي وجدنا بأن هناك خطر حقيقي يداهم القضية الفلسطينية وإذا لم نملك زمام المبادرة وناخد القرار الجريء نحن نخشى يمكن سنة 2018 أنه ما يكونش معالم قضية فلسطينية بالمعنى الواضح هذا الأمر أحد الدوافع المهمة جدا الدافع الثاني لا شك أنه احنا معنيين أيضا بتخفيف هذا الحصار بل إنهاؤه عن قطاع غزة لأنه شعبنا الفلسطيني عانى من هذا الحصار لأسباب يعني كثيرة وبنشوف بأن وحدة وطنية حكومة وحدة وطنية يمكن أن نساعد بالتأكيد في إنهاء أيضا معاناة أهلنا في غزة هذه مسؤوليتنا الوطنية أيضا عن أهلنا في غزة لذلك هذه المسائل متعلقة بالقضية الفلسطينية بالوضع الفلسطيني بالشعور بالخطر الذي يداهم المشروع الوطني الفلسطيني مسؤوليتنا وواجبنا قيادات فلسطينية هو إنه إحنا نتحرر من بعض القيود ومن بعض العقد ومن بعض القضايا الصغيرة من أجل الوضع الفلسطيني الكبير ويمكن كمان إحنا شفنا الأمانة حقيقة في زيارتنا أن الإخوة في مصر يعني تحدثوا في موضوع المصالحة بشكل يعني واضح بشكل قوي ينبئ أن هناك قرار سياسي في مصر بمساعدة الإخوة الفلسطينيين على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية هذا الجهد وهذه المثابرة واليوم تتوج بزيارة معالي وزير المخابرات المصرية إلى فلسطين وإلى قطاع غزة ووصول طاقم الإخوة الكرام من جهاز المخابرات المصرية كل ذلك يؤدي إلى انعطافة مهمة جدا في مسألة المصالحة الوطنية الفلسطينية والقرار الذي اتخذناه وهذا يدفعني أن أسألك عن العلاقات مع مصر يعني بالفعل مصر ألقت بثقة لها لتحريك هذا الملف من عدة منطلقات منطلقها القومي وهمية القضية ومنطلق أيضا له علاقة بالأمن القومي المصري العلاقات بين مصر وحماس لم تكن دائما في أفضل حالتها يعني كانت تعرضت طوال فترة الإخوان ثم ما بعد فترة الإخوان يعني لبرود وتوترات كيف تحسنت هذه العلاقة؟ يعني أولا إحنا أول زيارة للقيادة المنتخبة جديدة في حركة حماس كانت لجمهورية مصر عربية وهي الزيارة التي تمت خلال الشهر الماضي خبس كان قبلها مثلا عندنا سنتين من العلاقات المتوترة إحنا يعني أريد أن أؤكد ولشعب مصر ومن خلال هذه الشاشة العزيزة بأنه إحنا نتطلع كنا وما زلنا إلى علاقة استراتيجية مع جمهورية مصر العربية الأمن القومي المصري هو أمننا نحن أيضا جزء من الأمن القومي المصري الدم المصري غالي علينا نريد لمصر أن تكون بقوة وبعافية لأن قوة مصر هي قوة لنا عافية مصر هي عافي لنا تتفرغ مصر لقضايا الأمة وتحديدا قضية فلسطين يعود بالنفع وبالخير علينا جميعا لذلك أريد أن أؤكد مرة ثانية وبعيدا عن ما كان يقال نحن دائما قلنا لا نتدخل مطلقا في الشأن الداخلي لمصر نحن ليس لنا أي انتدادات أمنية أو عسكرية أو تنظيمية في داخل جمهورية مصر العربية أو في أي دولة عربية أخرى فلسطينيين حركة المقامة سمية حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني تعمل داخل حدود فلسطين ليس لها أي ارتباطات خارج أرض لكنها جزء من جماعة الإخوان وهذه المشكلة أنها جزء من جماعة الإخوان الدولية جناح مسلح لجماعة الإخوان ولدينا مشكلات في تأمين الحدود في قضية الأنفاق في قضايا كثيرة نحن جرى ماء كثير خلال الشهر الماضية فيما تعلق بالشغل الأمني في منطقة الحدود ومنطقة الأنفاق وأيضا اعتقال بعض المتطرفين فكريا في داخل قطاع غزة وموجودين وإحنا أكدنا لإخوتنا في كل اللقاءات بأنه إحنا لا نسمح مطلقا الإضرار بأمن مصر وأن غزة لا يمكن أن تكون مأوى لأي شخص يمكن أن يضر بأمن مصر وأيضا لا يمكن أن تكون منطلق لأي شخص أو لأي جهة يمكن أن تضر بالأمن القومي المصري وهذا الأمر برهننا عليه من خلال إجراءات واضحة ومعروفة لدى إخواننا في القيادة المصري ما يمكن أن نفسح عنه من هذه الإجراءات مثلا يعني إحنا بنكلم هناك مطلوبين من مصر لدى حركة حماس هناك موطوع المنطقة العازلة هناك الأنفاق عندنا مشكلة كبيرة في تهريب تهريب السلاح وتهريب البضائع من الأنفاق ماذا فعلتم في ذلك؟ أولا هناك المنطقة العازلة تم إقامة منطقة عازلة وأعتقد أنها تشرف الآن على انتهاء وهي عبارة عن مساحة كاشفة يتمكن قوى الأمن سواء كان في داخل غزة أو لدى إخواننا بنصر بأن يمارسوا عملهم بشكل جيد في هذه المنطقة موضوع الأنفاق يعني أعداد كبيرة جدا من هذه الأنفاق لا تكاد تكاد تعمل هذه الأنفاق نحن أيضا أبلغنا إخواننا في مصر أننا نحن نريد أن ننهي كل ما يسمى بالأنفاق ولذلك نتحدث عن معبر رفح بأن يكون للأفراد وللبضائع وأن كل شيء بسبب الحصار كان يدخل إلى غزة من تحت الأرض لا يفترض أن يكون من فوق الأرض وبدأنا بذلك يعني أحنا خلال الشهور الماضية إخوتنا بمصر أدخلوا إلى قطاع غزة أشياء كثيرة في مواد الإعمار في موضوع الإسمنت في موضوع الحديد في موضوع السلر للكهرباء ومضائع يعني كثيرة جدا وهذا بالتأكيد يساعد قوى الأمن في قطاع غزة بأن تحكم السيطرة أكثر ولا تسمح لأحد لأنه لا يوجد هناك مبرر طالما أن الأمور تدخل من فوق الأرض لا يوجد هناك مبرر أن يكون شيء تحتوي أنا بس عايزة أشرح لحراك ليه لماذا نثير هذه القضية لأنه المشاهد المصري اللي بتفرج علينا دلوقتي بيقول أنتم مبارح كنتم متخنئين ومبارح كان فيه بينكم مشكلات إزاي قاعدين مع بعض وإزاي مصر موجودة بثقة لها لتحريك الملف الفلسطيني لأن المواطن المصري محتاج يعني يأمن جانبه يعني حدوده الشرقية يريد أن يأمن أنه الأشقاء في غزة هم حريصون نفس الحرص على أمن مصر كما نحن أيضا حريصين نعم نحن حريصين على أمن مصر كما إخواننا بمصر حرصين على أمنه وكما أن إخواننا بمصر حرصين على أمننا نحن وأنا أريد أن أقول لإخوتنا في مصر لن يأتيكم إن شاء الله تعالى من غزة إلا كل خير ولن تروا إلا كل الخير وأنا من موقع المسئولية في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس أقول أن لدينا قرار ولدينا إرادة ولدينا قدرة أيضا على التنفيذ ومارسنا هذا الأمر من خلال الفترة الماضية وإخواننا بالأجهزة السيادية ذات الإختصاص في مصر يعني مطلع على هذه الأمور وهي تتابع هذه الأمور وهي تعبر عن ارتياحها لهذا التحرك الإيجابي والقوي فيما تعلق بالقضايا الآن السياسة الخارجية لحركة حماس قد تكون أيضا عليها علامات استفهام في الوضع الحالي العلاقات مع قطر العلاقات مع إيران العلاقات مع تركيا كيف ستحدثون هذا التوائم يعني مصر لديها مواقف السلطة لديها مواقف العالم كله لديه مواقف فكيف ستحدثون هذا التوائم مع دول متهمة بالإرهاب مع دول لديها مشكلات قطر مثلا لديها أزمة مع دول ربعية إزاي حتقدروا تعملوا هذا التوازن يعني إحنا كفلسطينيين دائما نقول بأنه قضية فلسطين قضية العرب قضية المسلمين كم نستطيع أن نحشد من الدعم العربي لشعبنا ولقضيتنا هذا يعود بالنفع عليه بالتأكيد يعني نحن نتحرك في المربع المشترك لدولنا العربية الشقيقة المربع المشترك هو قضية فلسطين لا نتدخل مطلقا في الشأن الداخلي لسنا جزء من محاور ولا جزء من تحالفات ونحن لا يمكن أن نقبل لأن تكون حركة حماس مع هذه الدولة ضد هذه الدولة مع هذا المكون ضد هذا المكون لأن ذلك يمكن أن يعود بالضرر على قضيتنا الفلسطينية وإحنا لنا يعني تجارب في ساحتنا الفلسطينية في هذا اللي هو الموضوع التمويل من إيران مزعق بالنسبة للدول العربية جميعا العلاقات مع تركيا هناك علامة استفهام يعني هذه ليست دول عربية هذه دول إقليمية تريد أن تثبت نفوذها في المنطقة وده مزعق بالنسبة للدول العربية كثير يعني أنا أريد أن أقول بأنه إحنا في لقاءاتنا مع إخواننا في مصر على سبيل المثال إطلاقا لم يجري حديث من قبل إخواننا في مصر حول هذه القضايا وهم يعرفوا بأن شعب فلسطين شعب تحت الاحتلال حركات الفلسطينية وفصائل عمل وطن الفلسطين هي أيضا تحت الاحتلال وهي بالتأكيد تكون بحاجة إلى الجميع ولكن هذا ليس إطلاقا على حساب استقلال القرار الفلسطيني واستقلال قرار حركة حماس يعني إحنا لا يمكن أن نكون إطلاقا مقابل أن تأخذ دعم من هنا أو دعم من هنا من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني حماية المقاومة الفلسطينية أن يكون ذلك على حساب القرار وعلى حساب الإرادة وعلى حساب الهوية هذا إطلاقا لن يكون ولذلك إخواننا في مصر لم يتحدثوا مطلقا من خلال كل اللقاءات اللي حصلت معنا لا في موضوع الإخوة في قطار ولا موضوع تركيا ولا موضوع إيران ومصر دولة كبيرة ذات حضور قوي تاريخي في القضية الفلسطينية ونحن أيضا معنيين ببناء علاقة استراتيجية وخاصة مع جمهورية مصر العربية لما تعنيه مصر لنا ولشعب فلسطين ولقضية فلسطين ولأهل غزة وإن شاء الله هذا لم يكون له أي أضرار في اتجاهات أخرى ماذا تطلبون بقى من السلطة؟ يعني الحكومة جاءت إلى هنا حكومة رامي الحمد الله بدأت الاجتماعات والنهاردة فيه اجتماع مهم يعني نعرف ماذا تريد السلطة من حماس الآن نريد أن نعرف ماذا تريدون أنتم من الجانب العالم أنا بتصور أن الحكومة الفلسطينية أمامها ثلاث مهمات المهمة الأولى هي أن تعمل على توحيد المؤسسات في داخل قطاع غزة والضفة الغربية وهذا يتطلب يعني معالجة موضوع الموظفين بالكامل النقطة الثانية هي أن تعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وهذا أيضا يتطلب حل الأزمات التي يعيشها المواطن في قطاع غزة بما فيها أزمة الصفر أزمة الكهرباء أزمة الإعمار مسائل متعددة كثيرة جدا اليوم الحكومة طالما أنها تأتي إلى قطاع غزة فيفترض أن المواطن في قطاع غزة يشوف فيه نتائج عملية لهذا الموضوع الشيء الثالث هو أن تحضر هذه الحكومة أو حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ستمكنون الحكومة سيد هنية لأن هذه المشكلة الأساسية التي كانت في 2014 هل ستمكنون الحكومة؟ قرارنا واضح جدا هو أن هذه الحكومة يجب أن تمارس كل صلاحياتها في قطاع غزة في كل المجالات مثل ما هو موجود في الضفة الغربية ومن أجل ذلك نحن ذاهبين إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إلى القاهرة مجددا لحوار ثنائي بين فتح وحماس نتباحث في الملفات ذات العمل الحكومي وهو ملف الموظفين ملف المعابر ملف الأمن حتى تتفق فتح وحماس على هذه الملفات وتستطيع الحكومة أن تعمل في قطاع غزة في ضوء هذه التفاهمات بين فتح وحماس يعني يريد أيضا نقول المشاهد المصري الذي يشاهدنا والمشاهد العربي عموما الأوضاع الاقتصادية في غزة كيف هي المواطن هنا حصار عشر سنوات يعني أوضاع قاسية الحياة ثلاث حروب مرت عليه لا شك بأن الأوضاع في غزة أوضاع قاسية ومأساوية وكارثة إنسانيا لأنه احنا تعرضنا خلال السنوات الماضية لمعركة ثلاثية الأبعاد الحصار اقتصاديا عسكريا بالحروب الثلاثة وأيضا يعني العزلة السياسية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لذلك نحن نتطلع إن شاء الله إلى كل الجهود العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية على إنهاء الحصار عن قطاع غزة ومساعدة أيضا الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها لإنهاء الحصار عن قطاع غزة يعني أنا أعرف مؤخرا بالفعل زي ما حارك قلت أن في بضائع كثيرة دخلت من مصر أيضا مصر سهمت في إعادة بعض المشاريع الكهرباء أو محطات الكهرباء للعمل يعني إحنا في عنا الآن البضائع تدخل خاصة موضوع الإسمنت والحديد وكل ما يتعلق كرم أبو سالم على معظم لا من محبر رفح من محبر رفح اثنين أيضا إحنا في الخطوط المصرية يدخل إلى قطاع غزة حوالي تقريبا 30 ميجا وط للكهرباء وهذا كمان يعني بساعد ثلاثة اليوم بدخل السولر المصري إلى محطة اللي هو توليد الكهرباء في قطاع غزة وهذا عمل لنا اللي هو وقف الانهيار اللي حاصل في الموضوع الكهرباء خاصة بعد ما إخوانا بالسلطة أخذوا قرار اللي هو تقليص كمية الكهرباء الداخل لغزة بـ 40 ميجا وط تراجعت بشكل كبير جدا الكهرباء صار في عنا سعتين فقط وصل و14 ساعة أو 15 ساعة قطع لما دخل السولر من مصر إلى غزة لا هذا حافظ على المستوى اللي كانت عليه الكهرباء قبل الـ 40% بحوالي 5 ساعات و6 ساعات حتى في العيد وصلت اللي هي الوصل للكهرباء إلى 9 ساعات 9 ساعات لكن احنا بنكلم في دلوقتي دلوقتي 4 ساعات 4 ساعات كهرباء فقط للمواطن الفلسطين 12 ساعة 12 ساعة مأطوعة نعم طبعا البطالة طبعا البيوت المدمرة عشرات الآلاف من الخريجين من أمناء الجامعات احنا في عنا حوالي تقريبا سبعين ألف خريج جامعي لا يحبب في قطع سألت ابو مازن عندما يلتقي بك قلت له إمتى حتقابل اسماعيل هنية فعلي قريبا إن شاء الله عندما تأتي يعني يعني الظروف وسألته حتقوله إيه فبسأل حضرتك نفس السؤال عندما تلتقي برئيس محمود عباس حتقوله إيه أنا أولا من خلال هذه الشاشة العزيزة أنا أوجه الدعوة للأخ أبو مازن لزيارة قطع غزة يعني هذا بلده هذا وطنه هنا شعب غزة وجزء قصير من الشعب الفلسطيني وله حق على رئيسه وله حق على أخ أبو مازن أنه يأتي إن شاء الله إلى غزة وأن يمد له يعني اليد التي تحن عليه وأن تخفف من معاناته وأن تنهي هذه الآلام والأوجاع التي عاشها المواطن في قطع غزة خلال اللي هو 11 سنة اللي فاتت بالتأكيد حينما نلتقي بالأخ أبو مازن بالتأكيد سنقول له أخ أبو مازن نحن أبناء شعب واحد نحن قيادات من مواقعنا المتعددة لابد أن نعمل من أجل شعبنا ومن أجل قضيتنا نحن سنتعاون معاك إلى أبعد مدى من أجل استعادة الوحدة من أجل إعادة الاعتبار للمشروع الوطن الفلسطيني من أجل إعادة الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية في محيطها العربي والإسلامي ولن يجد من الأخ أبو مازن إلا كل تعاون وكل إسناد في سبيل الحفاظ على حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني إذا كانت هناك انتخابات رئاسية قادمة هل ممكن حماس تدعم مرشح تقدم مرشح يكون لها موقف معين؟ طبعا نحن ندعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوقت الذي يتخذ فيه قرار وتحديد موعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية قطعا حركة حماس سيكون لها قرار في هذا الموضوع لا أعرف بالضبط ما الذي يمكن أن تقرر مؤسسات الحركة لأن هذا سابق لأوانه لكن احنا أمامنا خيارات إما أن حماس تشارك بشخص من عندها إما أن حركة حماس تتوافق مع الإخوة بفتح أن يكون هناك شخص من داخل فتح يمكن أن تدعمه يمكن أن حماس خيار ثالث هو أن تتفق مع بعض الفصائل على شخصية فلسطينية وطنية يمكن أن تكون مؤهلة لأن تكون في الموقع الرئاسي هل كانت هناك قوى إقليمية منزعجة من هذه المصالحة؟ يعني اتصل بك حد من القوى الإقليمية اللي كانت تتمنى أن تقوم بهذا الدور بدلا من مصر يعني أنتم ذهبتم إلى الدوحة ذهبتم إلى تركيا علاقتكم بتركيا معروفة علاقتكم بإيران معروفة هل هذه القوى كانت منزعجة من الدور المصري انزعجت من المصالحة؟ اتصلوا بك سيداني؟ لا نعتقد أنه كل من بذل جهد من أجل المصالح الوطنية الفلسطينية سابقا إخوانا بالتركيا لقطر بعض الدول الحقيقة لم يكن هناك لدينا أي إشارات على أن هناك انزعاج بالعقس بعض الاتصالات التي من اتصل بك ورحب بالأمر؟ تركيا طبعا أعلنت أعلنت تركيا الصين أعلنت جامعة الدول العربية أعلنت قطر قطرت برضو اتصلت وأبلغت بأنه هي ترحب بهذه المصالحة بل هي تدعو حركة حماس لأنه إنجاح دخول الحكومة إلى قطاع غزة يعني لم نجد الحقيقة إلا كل ترحيب وفي الآخر مصر دولة كبيرة ودولة وازنة وقضية فلسطين قضيتها وسياستها الداخلية وسياستها الخارجية قضية فلسطين موجودة في كل بيت مصري ولما تدخل مصر على الخط بالتأكيد كل الدول العربية والإسلامية تحترم هذا الدخول وإحنا كفلسطينيين إحنا يدنا ممدودة وصدورنا مفتوحة وعقولنا أيضا مفتوحة لإخوتنا في مصر لأن ينجحوا إن شاء الله في هذه المهمة القومية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية أنا أشكرك شكرا جزيلا على استقبالنا هنا في غزة نتمنى أن نأتي كثيرا نتمنى أن تعود العلاقة بشكل أفضل هذه المصالحة هي أمن قوم مصري المصالحة هي القضية الفلسطينية هي القضية الأمة بالنسبة لمصر وبالتالي دي قضيتنا دي قضية كل بيت مصري فنتمنى طبعا أن نأخذ هذا إلى مجال أبعد ويعني ينتهي الأمر بدولة فلسطينية زي ما منتوا وافقتوا خلاص بقى على قدود 67 ده تباير عظيم نحن بنعتبر الهدف اليوم المشترك الذي تقاطعت عليه البرامج الوطنية هو أن يكون لنا دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة دولة حرة ذات سيادة عاصمتها القدس خالية من المستوطنات لا نتنازل عن شبر من أرضنا وأيضا لا نتنازل عن حق العودة وأنا بحييك سيد اسماعيل هنية وأتمنى لكم كل توفيق بهدن الله وبشكرك على استقبالنا أهلا وسهلا بكم وتحية لشعبي مصر العظيم ولقياته ونهنأ أيضا جيشه في ذكرى انتصار اكتوبر اللي احنا على بعد أيام قليلة من هذا النصر العظيم بشكرك مهم قوي الاتحاد الخلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة شكرا جزيلا لفخامة الأخر رئيس عبد الفتاح السيسي اشتركوا في القناة